تتواصل المواجهات العنيفة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة وميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح من جهة ثانية في جبهة الحكوم التابعة لمديرية حيفان حيث تعمل ميليشي الحوثي والمخلوع صالح على محاولة التقدم من أجل السيطرة على طريق هيقة العبد الرابط بين مدينة تعز ومدينة عدن الذي تشاهدونه الآن في محاولة من الميليشيات لتعويض خسارتها التي منيت بها الأسبوع الماضي والمتمثلة بتمكن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من تحرير المنفذ الغربي للمدينة وكسر الحصار منه الآن تتواجد ميليشي الحوثي والمخلوع صالح في منطقة الأكبوش التابعة لمنطقة الأحكوم من هذه المنطقة التي تشاهدونها الآن تعمل الميليشيات على قصف طريق هيقة العبد لمحاولة السيطرة على هذا الخط المهم للمدينة قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تتواجد في هذه التباب والمرتفعات التي تشاهدونها الآن ويعملون لمنع الميليشيات من إحراز أي تقدم في هذه المنطقة وكذلك العمل على تحرير عزلة الحكوم من أجل تأمين طريق هيقة العبد الذي يربط تعز ومدينة عدن كما أسلفنا لأهمية هذا الخط المتمثل بالشريان الذي يغذي مدينة تعز بالأدوية والمستلزمات التموينية والطبية أيضا الميليشيات تعمل حاليا على محاولة التسلل نحو منطقة سوق الربوع الذي تشاهدونه الآن أمامكم لمحاولة قطع الخط من هذه المنطقة بعد أن فشلت في السيطرة على حقيقة العبد تحاول الآن الميليشيات تسلل نحو منطقة سوق الربوع وكذلك تعمل على قصف هذه المنطقة بقذائف المدفعية في محاولة منها للتقدم والسيطرة على هذه المنطقة المهمة فواز الحمادي قناة بلقيس تعز